يعني فيه ناس بتتعامل مع أنه شيخوخة الأسنان أمر لابد منه وهو ده أمر خاطئ طبعا هذا أمر مش صائب والمشكلة الأكبر أنهم بيتعاملوا معها أن أنا عندي عدد من الأسنان وكل سنة تعاود الأخرى بمعنى أنا فقدت واحدة من الـ 32 ده حيأثر فحاجة لا أنا عندي لسه 31 ده نظرة خاطئة تماما لأن الـ 32 درس وسنة كل واحد فيهم ليه وظيفة مختلفة تماما عندك قواطع مثل السكاكين عندك طواحن مثل الراحة فبمعنى أن الـ 32 سنة هما أشبه بشنطة عدة كاملة لو نقص منها واحد من أجزاءها الشنطة كلها ممكن ما تشتغلش صحيح وبالتالي فقدان درس ممكن يؤثر بشكل كبير جدا على نصف الفكب الكامل اللي فقد فيه هذا الدرس لأنه بيؤثر على أن هذا المكان ما يقدرش يتعامل مع الدرس اللي أسفل منه دي أول مشكلة الدروس اللي قدامه واللي وراءه تبتدي تتحرك في هذه المسافات فتأثر على المجموعة كلها وطبعا الوظيفة اللي كانت مرتبطة بهذه المجموعة السنية بتفقد بالكامل وتبتدي المشكلة تترحل بالتدريج للناحية الثانية من الفم فالناحية الثانية بدل ما يشايل لنصف الشغل طبعا ده تبسيط تشايل أغلبيته العضلات الفك في الناحية الثانية بتتحمل عليها أكتر فالاستهلاك بيبقى أعلى فبالتاني فقدان درس هو شيء خطير زي بالظبط فقدان إصبع لأن الإصبع أصابع اليد مش كلها بتديك نفس الوظيفة تمام فالخاطئ برضو في التصور ناس كتير أنهم بيقولوا أو بيتخيلوا أن الزرعات أو الغرسات اللي بتعوض الأسنان هي زيها زي الأسنان الطبيعية إحنا دايما بنقول هي تشبه في الشكل الأسنان الطبيعية ومنحاول بيها نعود جزء من ما فقد من وظائف الدرس الذي فقد لكن عمرها ما بتبقى زي السن أو الدرس الطبيعي ترجمة نانسي قنقر